بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الجيش الاوكراني يدفع بالهجوم المضاد في زبروجيا على نوفو بروكوبيفكا واستسلام اعداد كبيرة من قوات الهجوم المضاد وماذا اصابت سلسلة واسعة من الهجمات الروسية بالدرونات ليلا في اوكرانيا واستمرار استهداف المطارات الاوكرانية والطيران الروسي استهدف جسر كوزياموفكا بصواريخ اسرع من الصوت ورد فعل الجيش الاوكراني على غارات الطيران الروسي المكسفة وروسيا تتجه لأكبر ميزانية الجيشها بزيادة ضخمة والكونجرس الأمريكي يرفض تخفيض دعم أوكرانيا تفاصيل وتطورات مهمة جدا هنقشها باختصار تابعنا للنهاية عشان تكتمل عندك الصورة هنبدأ منقشة التطورات الميدانية من سلسلة الهجمات اللي نفذها الجيش الروسي بالأمس وكانت حصيلة هجمات الدرونات من نوع جيران اثنين مدينة أودسا الأوكرانية كانت أكتر المقاطعات اللي تعرضت لهجمات الدرونات لأن الفترة الأخيرة حصلت هجمات كتير على مواقع الجيش الروسي في الكرم بتنطلق من أودسا سواء من الزوارك البحرية اللي كانت بتحاول تعمل انزال على منطقة كيبتر خانكوت في الكرم أو الدرونات بيفر وحتى صواريخ نيبتون اللي تم استخدامها في الهجوم على ميناء سيفاستوبول وعلى أنظمة S300 الموجودة غرب الكرم فالجيش الروسي ضرب مخازن المسيرات والزوارك السريعة والمسيرات البحرية في أودسا وده مستمر على مدار الأيام الأخيرة ونتيجته بدأت تظهر في انخفاض معدلات استهداف الكرم آخر يومين ومن ضمن الأهداف اللي ضربتها الدرونات كان مستوضع ضخم للزخيرة في قاريا اسمها بوكدانوفكا مش الموجودة غرب بخموت ولكن الموجودة في مقاطعة كيرفو جراد ومن الواضح أنها كان فيها كميات هائلة من المخزونات وده ظهر في صور أكمار رصد الشزوز الحراري اللي رصدت وجود انفجارات ضخمة نتيجة تتابع الانفجارات في مخازن الزخيرة فيها ومن ضمن الأهداف اللي ضربها الجيش الروسي كانت المطارات مطارين كانوا انضربوا بالفعل قبل كده مطار دولجينتسيفو في مقاطعة كريفري ومطار كولباكينو في مقاطعة ميكولاييف المطارين انضربوا بالفعل قبل كده وغطينا عمليات استهدافهم ولكن اتجدد الهجوم الروسي عليهم لأن في حالة تتبع حاليا للمطارات اللي بتنطلق منها قازفات السخوية 24 الأوكرانية محملة بصواريخ كروز ستورم شادو وبيستهدف تدمير المطارات نفسها بحيث يعطى الانطلاق الهجمات الأوكرانية بصواريخ كروز على الكرم وفي معلومات ان عدد القازفات الأوكرانية سخوية 24 المعدلة الحمل صواريخ كروز انخفضت لأربع قازفات فقط وفي خسائر كبيرة في مقاتلات الميك 29 الأوكرانية والمطارين دول بالذات مواقعهم بتعتبر قريبة من جبهات القتال فمن المطارات المهمة جدا للجيش الأوكراني والروس حطينهم تحت الإضاءة باستمرار وفي مقاطعة لوجانسك في شمال أوكرانيا الطيران الروسي وتحديدا قازفات السخوية 24 ضربت واحد من أهم خطوط إمداد واحتياطات الجيش الأوكراني وهو جسر كبير في منطقة كوزياموفكا السخوية الروسية ضربته بصاروخ من نوع كي اتش 38 أم إل وده صاروخ أسرع من الصوت سرعته 2 و 2 من 10 ماخ مداها 40 كيلومتر وحجمه محدود نص طن تقريبا إلا أنه فعال جدا في استهداف المواقع المحصنة والجسور ودي تاني مرة بيتم استخدامه في ضرب خطوط الإمداد قبل كده الروس ضربوا به جسر أسكول من يومين وفصل الجسر تماما وده تقريبا برضو الوضع النهاردة في حين أن صاروخ زي ستورم شادو ضعف الصاروخ ده من حيث الحجم والوزن والرأس الحربي لما ضرب جسر تشونجار بين الكرم وخرسون عمل صجب في الجسر وما دمروش والتركيز الروسي على خطوط الإمداد حاليا في محاور الشمال مع الحشود اللي حذر منها بالأمس المتحدث باسم المنطقة الشرقية في الجيش الأوكراني إليا إفلاش اللي وصلت 110 ألف في الخطوط الخلفية مع تقديم 2000 مقاتل لخطوط المواجهة بيوحي أن الجيش الروسي بيحضر لتنفيذ هجوم واسع النطاق في محاور الشمال واللي بيتقدم فيها بطبيعة الحال والطيران الروسي في الفترة الأخيرة بيقوم بهجمات بمعدلات كبيرة جدا أرهاكت مخزونات الزخائر في الجيش الأوكراني ولو استمر على الوضع ده هيكون فيه انهيار لمخزونات الزخائر وحتى لكتير من الوحدات العسكرية فالجيش الأوكراني حسب ما كشف موقع ريبار بدأ في نقل بطاريات دفاع جوي ونشرها في خط المواجهة عشان يحد من الهجمات الجوية الروسية ولكن فيه ملاحظة مهمة الأنظمة اللي نشرها متوسطة وكسيرة المدى فبالتالي مش هيكون لها تأثير على الطيران الروسي خصوصا النقذاء الفاب المعدلة اللي بيقصف بيها الجيش الروسي حاليا مدها سبعين كيلو متر وبيتم إطلاقها من ارتفاع فوق الاثناشر كيلو متر وبالتالي التعامل معها بيحتاج أنظمة بعيدة المدى زي الباتريوت وإس تلتمية عشان يكون لها تأثير فعال ولكن بلا شك مفيش مسؤول ممكن ينشر الباتريوت في خطوط المواجهة لأن في الولايات المتحدة محدش يتمنى يشوف الباتريوت صاحب المليار ونص دولار بيتم تدميره من درون 8000 دولار زي ما حصل قبل كده مع منظومة إيرستي الألمانية وفي زبروجيا الجيش الأوكراني ليلا حاول اقتحام الدفاعات الروسية في قرية نوفو بروكوبيفكا بهجوم مضاد بالمدرعات والمشاة مدعوم بقصف مدفعي ولكن حسب مراسلين موقع ريبار مع أول ضربة من المظليين الروس لمدرعة في المقدمة القوات الأوكرانية استدارت وبدأت في الرجوع وكان فيه إصابات للمدرعات من الألغام ولكن الجيش الأوكراني بيقوم بعمليات مبادلة لقواته بقوات من اللواء 71 وظهر الدبابات ليبارد مرة تانية في محاور ملايا توكماشكا ونوفو دانيلوفكا الجيش الروسي نشر مشاهد لاستسلام قوات أوكرانية المصادر الروسية بتأكد استسلام عشرات وربما مئات الجنود في زبروجيا من قوات الهجوم المضاد وغلب عليهم حالة من الإحباط من فعالية الأسلحة الغربية واليأس من إمكانية كسر الدفاعات الروسية وفي العام الماضي كانت ميزانية وزارة الدفاع الروسية 63 مليار دولار ولكن في خلال الحرب عادة بيكون فيه نفقات طارقة بتفرضها مجريات الحرب نفسها فالنفقات الفعلية ارتفعت لـ 75 مليار دولار في الميزانية الجديدة الروس رفع أنفقهم العسكري من 70 مليار لـ 130 مليار دولار ودي الأول مرة تحصل من بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وبتكشف عن أمور مهمة سواء من حيث الخطط الهجومية من الجانب الروسي وحتى كان فيه انتقادات كتير لغياب دور الطيران والمرتبط بشكل كبير بجوانب اقتصادية لأن الروس في الفترة الأخيرة بيعتمد بشكل أساسي على الطائرات سنائية المحرك الضخمة والشارهة في تكاليف التشغيل واستهلاك الوقود وعلى الرغم من مميزاتها الكبيرة في اكتساب السيطرة الجوية ولكن برضو فيه عيب تشغيل اقتصادي لنوعيات معينة من المهام زي قصف موقع تكتيكي لأنهم من بعد الميك 23 ما بيصنعوش طائرات تكتيكية بمحرك واحد اقتصادية في التشغيل واستعادوا في الأدوار دي بالقاذفات التكتيكية سوخوي 25 ومروحيات الكاموف وفي الفترة الأخيرة بدأ يكون فيه نشاط ملحوظ للطيران الروسي بيكشف عن اعتمادات مالية كبيرة وعن توفر احتياطات ضخمة من قذائف فاب الموجهة وفي المقابل الاعتمادات المخصصة الأوكرانية تم اكرارها في ميزانية ربع سنوية بمخصصات 6 مليار دولار فهيبدأ يظهر فارق أكبر في القدرات مع الفارق الأكبر في التمويل مع العلم أن الأسلحة الروسية أرخص بكتير من الأسلحة الغربية فممكن 130 مليار دولار يقدموا مشتريات من حيث العدد تعادل 250 مليار دولار من المعدات الغربية لكن الحدث الأبرز النهاردة إن حصل تصويت على مقترحين أمام الكونجرس الأمريكي الأول تقليص الدعم الأوكرانية والتاني إلغاء الدعم بشكل كامل في ميزانية السنة الجديدة المقترحين تم رفضهم و339 عضو رفضوا المقترحات فالأغلبية المطلقة هنا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ضد الإلغاء أو التخفيض لدعم أوكرانيا وبرضو ليه دلالات على إن تغيير الرئيس مش هيكون ليه تغيير على سياسة الحزبين في دعم أوكرانيا شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته